السلام عليكم أهلا بكم في قناتكم حياتك يا حياتي تحديث ومتابعة للحالة المناخية اللي ذكرناها بتاريخ 20 يناير 2024 بدأ المنخفض الجوي بالنشاط مرة أخرى بصورة أبرد من الفترة السابقة ليصبح منخفض جوي قطبي تأثيره المباشر على دول شرق البحر المتوسط وهي سواحل ليبيا الشمالية وسواحل مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن وشمال العراق عفوا ومعظم العراق وشمال المملكة العربية السعودية تأثير هذا المنخفض يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أقل من المستويات الطبيعية لهذا الوقت لتصبح درجات الحرارة ما يعادل دون الصفر في بعض المناطق وخاصة المرتفعات تساقط الأمطار يعتبر تساقط الأمطار بصورة شبه يومية على المناطق الساحلية وفلسطين خاصة الموصى به خلال هذه الفترة المتابعة اليومية لحالة الطقس لمعرفة حالة الطقس في المناطق الخاصة بكم مع الحذر الشديد في الأيام القادمة هذا ما هي خص التقرير وإن شاء الله في متابعة وتحتسات بصورة مستمرة لذلك أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زل الجرس وإذا كان هناك أي محوظات يرجع ذكرها في التعليقات شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله